التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية تكاتف وتظفر جهود الدولة العربية أو الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار من الاحترام لسيادة كل دولة ووحدتها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردنية بقصر الاتحادية حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمية وأشهد الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف العصعدة معربا عن التطلع لتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين من جانبه أعرب مالك الأردن عن التقدير العميق الذي تكونه الأردن لمصر على المستويين الرسمية والشعبية واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن قواته تواجه مصاعب في عدة محاور وأشار زلنيسكي إلى أن أكثر المعارك شدة في دونتسك وأعلنت كييف أن حصيلة قتل جنودها في الحرب حتى اللحظة بلغت أكثر من عشرة آلاف جندي قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن تحديد دول مجموعة السابة وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي والمنقول بحرا ليس بالقرار الجاد ولن يسهم كثيرا في ردع روسيا واعتبر زلنيسكي أن العالم أظهر ضعفا عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا مؤكدا أن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى بعد أن اتفقت عليه مجموعة السابة وأستراليا حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليل إرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة حاشدة احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا والتي انعكست على الإيطاليين وطالت معيشتهم وقال المنظمون إن عمالا من مختلف المدن وصلوا إلى العاصمة خصيصا للمشاركة في المظاهرة ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو عشرة آلاف شخص وشارك عمال النقل وبعض فئات الموظفين بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والمدارس في إضراب بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل وذلك لدعم الانتقال نحو الانتاج الأنظف والتحول إلى الهايدروجين وأضف هابيك أن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة إلى جانب سلاسل القيمة التي تصبح قابلة للتسويق ولما يذكر هابيك تفاصيل عما ستشمل هذه الاتفاقات أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 31.824 إصابة جديدة بفيروس كرونا منها 4.213 حالة ظهرت عليها أعراض وبهذا ارتفع إجمال الإصابات في الصين إلى 336.165 إصابة مؤكدة بكرونا وأشرت اللجنة إلى تسجيل حالتين وفاة جديدتين بالفيروس لترتفع حصلة الوفيات إلى 5.235 حالة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه على منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار مباراة دور السادس عشر تقدم ليونال ماسي للأرجنتين في الدقيقة الخامسة وثلاثين وأضاف جولين الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السابعة والخمسين بينما جاء هدف أستراليا الوحيد في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق أنزو فرنانديز لعب الأرجنتيني بالخطأ في مرمى وبهذا الفوز ضرب منتخب الأرجنتيني موعدا في الدور الربع النهائي بالمونديال مع المنتخب الهولندي يوم الجمعة المقبل بعد أن نجح الأخير في عبور عقابة المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف مشاهدين نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل